السلام الله عليكم وأهلا وسهلا بكم في حلقة للنقاش مع حاسم المرابط حلقة سيكون فيها بثاف المواضيع التي سيكون لهم النقاش والتحليل السياسي وبطريقة منطقية وبعيدا عن الهرطاقات بعيدا عن الأكاديب بعيدا عن تضخيم المواضيع أو الإطالة في المواضيع كما العادة كنتمنى الحلقة هذه تلقاكم بخير وعلاقيا ونشكركم على الدعم لكم وعلى الوفاء لقناة سنرى ردة فعل الإعلام الجزائري والجزائر بصفة عامة لأن الإعلام يتكلم باسم الدولة سواء كان عن طريق الإعلام الخاص أو الإعلام الرسمي للدولة الجزائرية ونرى أيضا بعض المعارضين كيفية ردة الفعل على الإجتماع المغرب مع الدول الساحل في إطار المبادرة الملكية لولوج دول الساحل مالي بوركينا فاسو تشاد نيجر وغيرها من الدول التي ستنضمن هذه المبادرة الملكية من أجل الولوج إلى المحيط الأطلاسي أو كما تقول للسلغوتي الأطلانتيك سنرى أيضا كيفية الجزائر تقول أن المغرب يتحالف مع فرنسا لكي يضربوا المصالح الجزائرية خاصة المصالح الجزائرية بخصوص الهجرة هنا سنتحدث عن القانون الجديد للهجرة في فرنسا وكيفية الجزائر مرة أخرى يدخل المغرب بفضل معه لأن الكثير من الأصوات في فرنسا سوف يحيطوا هذا الاتفاق من ١٩٨٨ بين رئيس فرنسا دوغول و بخروبا الذي كانت اتفاق كاريتا على الجزائرية بخروبا باع الجزائر وقال لهم مقابل أننا نحصل على مسيازات في الهجرة مقارنة مع المغاربة ومع التوانسا ومع الليبيين ومع الأفارقة دعوكم تمدروا أسلحة نووية وتضربوا النووي في الجزائريين وفي الصحراء التي كانت تابعة إلى الجزائر هذا الاتفاق الذي يميز الجزائرين على الشعوب الأخرى الأفريقية خاصة يريدون الفرنسيين الغير والجزائر لا يدخل لك المغرب سوف نرى أيضا موضوع آخر كيف في مدريد كانت تسريبات على أن الولايات المتحدة الأمريكية خبرات دمسورة وخبرات إسبانية وبالتالي الدول منهم المغرب على أنها ناوية تنهي هذه النزاع الإقليم السحراء المغربية في دار في سنتين يعني في السنتين المقبلتين وكان مواضيع أخرى متنوعة بلا ما نطول عليكم في المقدمة وفي الأخرى هذه الحلقة سوف نعطي لكم واحد الفيديو فضيحة في هذا المال أو هذا السوبر مارشي ليدر لوزير التجارة الافتتاح وهو واحد الحالة ومع مرني الشفحياتي والناس يجمعون إلى هذا المال ويقولون أنهم لم يروا شيء مال في حياتهم رقنا لهم يعيشون دبانة في البطانة وليس هناك الموضوع الأول هو الإعلام الجزائري خرجوا نباح من البعض من أن نسمعوا بأن الدول الساحل سيذهب للإجتماع في المغرب حول المبادرة الملكية من الأطلانتيك وما يسعروا نباح صراحة كنا متوقعين هذا الأمر هذا لأن المشاكل لهم مع النيجري اللي بقيتوا عاقلين سباوه في المغرب قال لك المغرب والإمارات يعطينا 15 مليون دولار وكي نشوغسهم مع الجزائر في الساحل يجب أن يصدعوا رأسهم بوحدهم يجب أن يصدعوا مع مالي يجب أن يصدعوا معهم المشاكل وأي سهلات باستدعاء الصفراء المالي والجزائر وربما بقطع العلاقات وفي الخارج خرجوا البارح بالليل قال لك المغرب هو سبب عداب قال لك المغرب هو الذي يدرين المشاكل ونقرأهم بسيطة من جريدة عزيزة عليها لأنها تدرجة الحواجة في حياتها وتكذب وتكذب ويجب أن يكون خراطة خراطة وأيضا كتب قاتبك دائما إما تجدها كتبك أو تجدها كتبك ومن البارح يجب أن يكون على المغرب والمخزان وجلالة الماليك وقال لك رتدهم المشاكل مع مالي ومع النيجر ومع دول الساحل ورى العنوان الذي يدر الشماع بين المغرب ودول الساحل هل يحاولوا قلبها على الجزائر؟ ما الذي سنقلبه على الجزائر؟ أين أنتم بداية الجزائر؟ من الإعراب؟ ماذا نسيت الكلام؟ ماذا نسيت أنه قال لكم لا قيمة ولا هيبة ولا مكانة لكم؟ ما الذي سنقلبه عليكم بالسلام؟ ما الذي سنقلبه على رأسكم؟ ماذا قلنا لكم استقبلوا الانفصال من الشمال المالي في الجزائر؟ ماذا قلنا لكم استدعيوا السافر الجزائري؟ ومع المشكلة؟ استدعيتوا السافركم ومالي ردت عليكم؟ ما سبب المشاكل؟ ما دخلوا المخزن؟ وما دخلوا المغرب؟ فضل ما ما عادية لكم؟ سنقلب عليكم فقرة صغيرة لأن هذا الكلام لدي الناس لا يفيد ولم تلقل شيئا قال لك لم يكتفي المغرب بتهجماته المستمرة ومخططاته الدنيئة في الكواليس وتحالفاته مع دول أخرى للمساس بالجزائر هم دائما عندهم الكولاسة والجوساسة والعوساسة والبوساسة والكواليس كل شيء عندهم في الكواليس لم أعرف ما بعدها كيف يعرفوا هذه الكواليس وماذا يقع فيها؟ المهم قال لك ليلجأ هذه المرة إلى محاولات أكثر خبتا تهدف إلى قلب دول الساحل على الجزائر التي تجمعها بها علاقات جيدة الله يهد كيف عندكم علاقات جيدة؟ ومن ثم أن نتظر مع النيجر ومن ثم أن نتظر مع مالي ونأتي في طريق بوركي نفسه لأن هذه الدول سوف تتحلموا على مباديتهم نتظر مع النيجر ندفعكم مالي ومن ثم نتظر مع النيجر سوف نتظر بوركي نفسه حتى تتحقي المهمة البوكائية للإعلام الجزائري وبعض المعارض الجزائري هو بسبب عقاة الإجتماع بين المغرب وبين الغزراء الدول الساحل وسمعهم جيدا الوزير الخارجية المالي الذي يجفف الجزائر والذي قردنها والذي عاود لدروس في الدعم في الدبلوماسية الخارجية عاود قرارهم من جديد والجفف بهم الأرض جيدا هذا كوزير الخارجية ستجد اليوم ناصر بوريطا وناصر بوريطا صراحة هذه الحركة مفتزة جدا للجزائريين بدأت تضحك من مياه وبدأت تنسى هذه القضية بدأت لهم الافتزاز والتهبع وكان هناك شبه معارض اسمته عبدوص مرة كما تعرفه بطبيعة الحال هذا الذي يقول لهم كل مرة هذه خمسة سنوات وقائلات يقول لهم كيف يرى أنكم ملاحة؟ لا أرى أنه ملاحة هذا الذي قال لك ملاحة وقال لك في الفيديو وقال لك الجزائر قدرت مشكلة مع مالي والمغرب لم تستغل هذه المشكلة وعيت الوزير الخارجية المالي إلى السهل صراحة معارض ليس معارض كلهم فولة وحدة كما تقول كلهم بحال بحال كلهم لديهم نفس اللوجيسيال وعندهم نفس البرسل كلهم سواء كان معارضاً أو غير معارض كلهم يعتقدون على أنهم هم مركز الكون وعلى أن المغرب سيستنى الجزائر تصبح غلط مع مالي بشعيات على وزير الخارجية كيف ماد الجريدة كيف تربط المشكلة مع مالي بالزيارة الوزير الخارجية مالي إلى مراكش ولقائه بناصر بوريطا والأشيماعهم حول إلى إيجاد حلول للوصول إلى الأطلسي الأطلانتيك تيك 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 للجزائر كتحلم به من يامة بوخ الروبا وعند مرة ما سترى فيه قطرة الماء وهذا سردينة واحدة من هذا الأطلانتيك تيك 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 والله لماذا ما نشرح لكم سواء أن كنتم معارضين أو إعلام أو غير معارضين في الجزائر هذا الأشيماع للدول الساحل لا يدعش في 24 ساعة يعني لا نحن بحالكم كدولة متهورة نرى المغرب دولة متطورة المغرب في تطور والجزائر في تهور نحن المغرب على دولة مؤسسات وهذا الأشيماع مبرمج منذ أسابيع وربما منذ أشهر من بعد الخيطة بالملكي تحركات الدبلوماسية دينا وبرمجات هذا اللقاء يعني سواء كنتم كجزائريين أو كجزائريين كان وزير خارجية مالية والزيارة له لا علاقة لها بالجزائر أراكم مركز لكم لا تقعوش تروجوا على أن المغرب يستغل الأخطاء الجزائر المغرب لا يدير ردة الفعل المغرب يدير الفعل وكي يجعل الدول ضعيفة في هذه الجزائر هي التي يدير ردة الفعل معها ولا تحشموك نريد أن نقلب دول الساحل على الجزائر المهم من دول الساحل سوف يصلون إلى أطلانتيك وإذا لم تخسروا 500 مليار دولار ومع عمركم سوف يصلون له جرائج جزائرية أخرى تشنوا هجوماً على المغرب صراحة أنه إذا لم تتكلموا عن المغرب وإذا لم تدخلوا المغرب وصبعوا دائماً أي مشكلة توقع للجزائر أو أي جزائري يقولون أن المخزن والمغرب ولد لك المشكلة المهم بطبيعة الحال ستكون اسمعته بالقانون الهجراء الجديد في فرص هذا القانون الداخلي لا تهمناه نحن كمغاربة يهم المهاجرين طبيعة الحال ولكنهم فرنسيين يدروا القانون الذي يريد وكيف المغرب من القانون الذي يريد الجزائر من القانون الذي يريد وكل أحد يتحكم في السيادة يريد المهاجرين لا يريد أن تكون حق سيادي المهم الجزائر يقولون أن أصوات أحزاب يمينية فرنسية متطرفة داخل فرنسا تضغط على الحكومة الفرنسية لإلغاء اتفاق الهجرة بين فرنسا والجزائر في 1998 دائما يحسون بأنهم مركز الكون وهما الذين يدور عليهم كل شيء مع العلم أن هذا القانون للهجرة الفرنسي يخص على المهاجرين كانوا في أسيا، كانوا في أمريكا اللاتينية، كانوا في أفريقيا كانوا في المهاجرين بدون ستنا لأنهم في الجزائر كانوا في أبطال وقال لك راكين أحزاب يمينية قال لك تهضر على الجزائر وبغدت تلغياد الاتفاق هذا الاتفاق، الاتفاق المهين جدا للجزائر الذي كان بين بوكروبا ودوكور سنة 1968 كان بمثابة كارثة عظمى كارثة طبيعية وكارثة حتى على الإنسان الجزائري لأن الجزائر سمحت فرنسا مقابل امتيازات في الهجرة على أنها تدير التجارب النووية حتى بعد 1962 ولم تديروا غير التجارب النووية بل تديروا أيضا حتى التجارب الكيميائية حتى السبعين هذا كامل مقابل حصول الجزائريين على امتيازات في الهجرة وفعلا، إذا كنت جزائري يكون لديك امتيازات كبيرة في الكثير من الحوائش في الفيزا في المواعيد في أوراق الإقامة في الكثير من الأمور الذي يميز الجزائريين على الكثير من الشعوب الإفريقية وراءكم أعرفين، لأنهم لا يعتبرون بأنهم دوزيان فرنسيس فكأنهم متيازات هذه الجزائريين مخلوعين اليوم وخايفين على أن الأحزاب اليمينية المتطرفة نجح في إلغاء الاتفاق بين فرنسا والجزائر حتى هنا يقولون الكثير من المشكلة فرنسية جزائري كيف سندخل المغرب وكيف سندخل المغرب وكيف سندخل المعنى قال لك أنه سيد في الحزب يميني متطرف في فرنسا قال لك أن يدخل زيارة إلى المغرب قبل أن يصوتوا على هذه القانون الهجرة وأما أو ثاني سيروجه الكولاسة والعوساسة والجوساسة والبوساسة والقوجعة قال لك أن هذا السيد الذي في الحزب أخذ أوامره من هذا المخزن قال لك أن يذهب إلى فرنسا وضغط على أحزاب يمينية أخرى لكي لا يضغطوا على الحكومة لكي يضغطوا على هذه القانون وأذكروا في المقالات الكثير من السياسيين فرنسيين منهم السافر السابق ومنهم وزير السابق ومنهم رئيس حزب السابق وهذه الناس يدعون إلى تحسين العلاقات بين المغرب وفرنسا وإلى تأزيم العلاقات بين الجزائر وفرنسا أنا أريد أن أفهم بعض الأشياء هذا القانون دار 98 المقابل له هو أن فرنسا تعمل التجارب النووية والكيميائية على الجزائريين فرنسا ماذا تستفيد من هذا القانون الذي يعطيه متيازات الجزائريين يأتيون من فرنسا ويأخذون الإعانات والمساعدات من فرنسا لا يخدمون البلاد لا يعاونون ويأخذون غير المشاكل فرنسا أخذكم تعطيها مقابل إما تعاود تجرب فيكم النووي واحدة أخرى ولا تعاود تجرب فيكم أسلحة واحدة أخرى لكي يبقى الاتفاق محدية حاليا لا يستفيد من حقها ومن حق الأحزاب الفرنسية أنهم يطالبون بإلغاء هذا القانون للهجرة مع الجزائر الذي حاليا هو مفيد للجزائريين وغير مفيد للفرنسيين أجد دخل المغرب في المعمع إلى سياسي فرنسي زار المغرب وأكيد أنه سيكون دار زيارة خاصة لأن المغرب لا يستقبل رسميا السياسيين الفرنسيين المتطرفين أو سيكون دار زيارة بين حزب فرنسي وحزب مغربي والشيكين في العلاقة الدبلوماسية للدولة ما دخل المخزن فالمشاكل التي لديكم سواء مع فرنسا أو مع مالي أو مع النيجر وما أنتم في المتلف تقولون المغرب والناس القدام يقولون الذي تلف يشد الأرض وأنتم الذي تلف يشد في المخزن في الموضوع الثالث صحف إسبانية خرجت تسريبات تقول بأن الولايات المتحدة الأمريكية خبرات مدريد وخبرات ديميسورا الذي كان مؤخرا في مدريد وكان دار زيارة رسمية للدولة لكي يناقشوا هذا الوضع هذه الصحراء الغربية المغربية المهم حسب التسريبات لأنني لا أستطيع أن نقول لكم ما هي صحيحة 100% ولكن غالبا ستكون تسريبات منطقية خصوصا إذا لاحظنا كيف أمريكا تتحرك مؤخرا في الميلة فضاء وتحاول تضغط على الجزائر التي تعتبرها فاعل رسمي في النزاع يعني لا يتحدث عن البوليزاريو أو موريتانيا يتحدث عن الجزائر ومن بعد يأتي المغرب يعني هنا أمريكا تورط الجزائر وتقول لها مباشرة لأنها هي السبب الصراع ومع ذلك الجزائر بكل غابة لا يزال متسعبة في هذا الموقف المهم حسب التسريبات التي نشرت في الكثير من المواقع الإسبانية لأنها مصداقية كبيرة قال لك الدبلوماسية الأمريكية خبرت على الأطراف بما فيهم الجزائر الجزائر المغرب إسبانيا وموريتانيا قال أطراف التي تفاعلها في النزاع المفتعد وقالوا أن عند السنة المقبلتين يحاولون أن يجعلوا حل هذا النزاع والحل الذي نعرفه كاملين سيكون دائما تحت الرأياء المغربية وبالمناسبة الولايات المتحدة الأمريكية لم تتحرك من أجل عيون المغرب الولايات المتحدة الأمريكية كما تعرفونه دائما تضرب على رات حتى الدعم هذه لإسرائيل من أجل عيون إسرائيل من أجل المصالح الأمريكية في المنطقة الشرق الأوسط. وهذه صراحة هي أمريكا وإذا لم تستطيع الطريقة هذه لا تستطيع حكم العالم لمدة طويل. المهم بالنسبة لولايات المتحدة الأمريكية لا تقبل نزاع مفتعل أو حرب جديدة في المنطقة. زيد على الحرب التي كانت في الشرق الأوسط والحرب لروسيا وأوكرانيا والحروب التي كانت في السودان وعدم الاستقرار التي كانت في منطقة الساحل. يعني بالنسبة لهم حرب بين الجزائر والمغرب لا يمكن أن يكون ويمكن أن يكون شوقع. لماذا في نظركم خاصة الشوقع؟ لأن روسيا ستستغلها يو الصين والولايات المتحدة الأمريكية ستخسر في الأخرى. الولايات المتحدة الأمريكية ستقصد الدعم أوكرانيا ضد روسيا. الدعم إسرائيل في الشرق الأوسط. وأيضا الدعم المغرب ضد الجزائر أو ضد تدخلات الروسية أو الصينية في المنطقة. شخصيا تقول بأنه محد النظام العسكري في الجزائر. يضع المجهود وقع الأموال وقع القدرات وفضل ملف الصحراء. مازال قد طوال هذه القضية المفتعل. المملكة المغربية عارفة بأن أمريكا وقد ضغط وقد تدخل بزافة الأمور. لا يمكن أن تضحي بالمصالح مع الجزائر. لذلك ستقصد محاولات ومحد الجزائر ستبقى متعنيتها فالملف سيبقى كيف مهوه. المغرب ستنهي النزاع في حالته. الحالة الأولى إلى دخلات الجزائر معها في حرب وكانت ستنهي النزاع. وربما سنحل المشكلات ونحل المشكلات القبائل ومشكلات الصحراء الشرقية المغربية. هذه الحالة الأولى إلى التهورات الجزائر ودخلات في حرب غير مبررة مع المغرب ستكون مع الشرعية الجزائر مشتفى. الحالة الثانية هم الآبار النفط والغاز. منين ستوقعه. والجزائر ستوقف ولم يتحدث عند الإمكانيات المالية لتعامل البوليزاريو هذه الساعة الملف تصد بوحده وبدون مجهود. أما حاليا تحركات الأمريكية وخارجات التسريبات هنا بالنسبة لي هي محاولة لجلب الجزائر وإبعادها على روسيا والصين. أمريكا تحاول الجزائر بأنها لديها موقف محايد رغم اعترافها بمغربية الصحراء. لكي الجزائر لا تذهب في المعسكر الشرقي. حتى أن نفس التسريبات التي خرجوا من مدريد تكلمون أيضا على حركة السلام الصحراوي. هذه الحركة المنشقة من تنظف المحتلة والتي هي معاكسة للتفكير أو التوجه من البوليزاريو المسلح والإرهابي. هذا قال لك لا. قال لك هذه الحركة أريد أن الولايات المتحدة الأمريكية تضغط أكثر لإلقاء حل سلمي وغالبا هم توجهون إلى حل الحكم الذاتي تحت الرعية المغربية. المساكنة الصحراويين التي تنظف المحتلة المغرر بهم أو الخوانات أو سميهم كما سميهم. هذه الناس تصحبهم روما الذي سيحكموا الصحراويين. الحكم الذاتي بالنسبة لمملكة المغربية أو مركزية يعني يكونوا انتخابات وأحزاب مغربية والتي ينشح في الانتخابات يشد البلدية أو يشد المنطقة ويحكم هذا هو الحكم الذاتي. لا تصوروا ما سيكون لديكم حكم ذاتي ويكون لديكم رئيس ويكون لديكم برلامات وهذا ما سيكون في إسبانيا لا سيكون للمغرب. الذي يريد أن يكون في الجزائر والجنسية الجزائرية في قسمها. الذي يريد أن يتحرك الموريتانية الذي يريد أن يتحرك البلاد المغرب والجنسية المغربية مرحبا بيتها. لو قد تحت هذه الجنسية لا تقوموا بهم. موضوع آخر مهم جدا. لماذا الجزائر ومالي مدابزين بينهم. لماذا من قبل الجزائر كانت تستقبل انفصاليا شمال مالي ومالي لم تتحدث عنه. لماذا بالضبط حاليا مالي لنضع الجزائر. نقول لكم لماذا ونشرح لكم لكي تفهموا ما هو واقع في هذه المنطقة. المنطقة شمال مالي تعتبر هذه الجزائر هي منطقة حيوية بالنسبة لها. وهي منطقة مسيطرة على الجزائر كثير من مسيطرة عليها مالي. لأن هذه المجموعات مالية تسميهم إرهابية ونسخرين تسميهم انفصالية المهمة هذه المجموعة التي كانت في شمال مالي تفهموا جيدا مع الجزائرين تفهموا مع الضارة والجيش الجزائري وتفهموا حتى مع البوليزارب ويوجدوا لهم السلاح والسل الحهم يعني هذه المنطقة بالنسبة للجزائر جيدة تبقى لكي وحكمها كما تقولوا بطريقة غير مباشرة. وقدامين جرجر ومالي بدأت الاتفاق السلام لسمه اتفاق الجزائر. مالي حاليا سعادت مع الجزائر لأن مقدس بغى اتفاق الجزائر سافي تقول بان اليوم مع فاغنار ومع القمر الصناعي الروسي اللي وله عند الدولة والجيش المالي وله عند تفوق عسكري في الشامل. يعني ولت حاليا كتقول ان لم يحتاج للمفاوضات ولم يحتاج لاتفاق الجزائر ولم يحتاج لأي وسط. انا حاليا متفوق عسكريا بالتكنولوجيا القمر الصناعي وبالمسيارات ومجموعة فاغنار التي يعاونهم. فهمت قريبا حسموا الموقف عسكريا. وباقي ما زال سوف يصلوا حتى الحدود الجزائرية لكي يفرضوا السيطرة الكاملة على هذه المنطقة ولم يبقى المجموعات المسلحة. هذا الجزائر لا تسلق. لماذا لا تسلق؟ لان فرنسا لا تريد مالي تبقى دولة مستقرة وتبقى تحمي الوحدة الترابية الكاملة. باقي يبقى مالي تبقى منفصة للجنوب بوحده والشمال بوحده. كل ما يلغى بالغاة. الدولة المركزية لا تحكم في الشمال والشمال يريد أن يستقل على الجنوب وماذا لا تسلق؟ هذا ما الذي تجدون أن الجزائر مؤخرا تحرك لتحقيق الاتفاق السلام على لكي يجبون الدولة المالية لتحقيقها عسكرية. لان الدولة المالية لا تفضل مصار ديبلوماسي فهي سترجع للنقطة البداية وقاعدوا كل انتصارات العسكرية التي تحقيقها في الشهور الأخيرة في الشمال فما سيكونوا فادوها بتجهاش. فهي حاليا تريد الحسم العسكري فقط ولم تريد المفاوضات ولا تريد اتفاق الجزائر وكي لا تسمى أنها هي التي انسهبت من اتفاق الجزائر قدرت هذه المشكلة مع الجزائر وقالت لها أنت تستقبل الانفصاليين بلا تشوري معي بلا تضري معي بلا تكلمي معي وقالت لهم سبطة. وكيف حاليا تقصف حلال حدود الجزائرية وهي رسالة مبطنة للجزائر تقول لي بأنه بقادة لا سلام لا مفاوضات لا تشهاج هذا الحل العسكري فقط. وبالمناسبة نسمع اللقطة لها نقطة مهمة وكيف يقول لك لماذا المغرب معيتها للجزائر بشيء تصل الى الأطلسي وماذا انتم مهبال وماذا انتم محمار؟ والجزائر دير معنا حرب عسكرية تسلح لنا العصابات والإرهاب قطع لنا علاقات معها قطع لنا الجو وقطع لنا الحدود ونحن نقول له أجيل الأطلسي وبندم مريض صراحة الجزائريين كانوا معارضين أو غير معارضين عندهم مشكلة في التكبر. هم يفرحوا للجزائر من انتقطع العلاقات مع المغرب وتصدع لنا الحدود ويأتي ويقول لك لماذا ما عايته على الجزائر؟ ثانيا بعد العباقرة والتحليلات قال لك الاشتماع فاشل لأن دولة موريتانيا والسنغال لم يحضروا للاشتماع المبادرة الملكية للوصول الى الأطلسي ماذا نعرف الجغرافية؟ ماذا نعرف الكرة الأرضية كديرة؟ موريتانيا والسنغال لديهم الأطلسي محلو بحل المغرب لماذا يحتاجون المغرب لكي يوصل الى الأطلسي؟ وربما في واحد الوقت معين سيكون طرق سيأتي من موريتانيا أو من السنغال لكي يوصل الى الأطلسي ربما ولكن ليس ضروري انهم يحضروا في الاجتماع الأول الذي مهتم بالدرجة الأولى في الاجتماع هو نيجير مالي بوركينافاس والتشاد لا يوجد الى الأطلسي أما موريتانيا والسنغال لديهم الأطلسي موسيقى 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 ونقول مع مرام شاهدوا شي مول في حياته هذا الناس في 2023 ودخلهم في 2024 ونرى الحالة التي يديروا على المول رأيوا الناس كيف يدخلوا ونرى الناس كيف يزاحمون ونرى يريدون يشريوا الايفون 16 الناس على العين فيه وعندين فيهم تكسين ومصعدين فيهم شي 50 واحد وكترت البشر وكان غير كانوا يشريوا تشري واحد فيهم مالش شي صاشي ولا شي ميكا ولا شي شي ماركة عندما مشت من موشرة شي مالك وفقر ونفسي 25 عام ونرى 30 عام هذا فنجدك السوبرمارشيات والمولات ونفتحوا في المغرب وكنا كنا نشوفهم وما كنا مع ذلك نديروا الحالة التي يديروا هذه الناس في 2023 ويأتي واحد يقول لك المغرب في المجاعة والمغرب دولة فاقرة اصددين عليكم تمفذك السجن الكبير ما تعرفوا المول كداير ما تعرفوا السوبرمارشي كداير ما تعرفوا البارك كداير وعيشين عيشت دبانة في البطانة نكتفي بعد القصف كان معكم حاتم المرابط السلام عليكم